السلام عليكم مرحباً أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو السابق على الـ Writing a Paragraph ودعباً إن شاء الله سنتعلموا how to write a personal letter and a personal email أول حاجة التي نعرفها هو أن a personal letter يمكن أن نكتبها to our family and friends so a personal letter هي تلمات personal حيث شريثة لشخصية كنصفتها هي إما family دينا أو لا our friends وهنا ممكن تتقولوني على شنو الفرق ما بين a letter and an email they are the same ولكني كان واحد slight difference بينتهم شنو هو؟ أن letter كتكون مكتوبة واللي كنصفتها في envelope بحال طريقة القديمة دي المرسلة أما الإيميل فهو الطريقة الجديدة للمرسلة الإيميل هو عبارة عن رسالة إلكترونية أيها electronic letter مثلا كنصفتها عبر gmail يعني كرسالة إلكترونية ممكن أن تكون كنصفتها عبر gmail أو outlook عبر عدة منصات دي المرسلة الإلكترونية هذا هو الفرق الوحيد بينتهم زائد أن الرسالة تختلف الرسالة المكتوبة تختلف على الإيميل أن في الإيميل يكون الموضوع يكون object ويكون مكان اللي كنكتبو فيه اسم المستقبل يعني a personal letter is an informal letter with three parts so the personal letter is an informal it's not formal it's informal هي رسالة شخصية ليست إدارية تتكون من ثلاثة مكونات with three parts the first part opening sentences which are Dear Maryam Ahmed or Hi or I'm writing to inform you that I'm writing to express my I'm writing because هنايا كنلاحظو عبارات افتتاحية أو عبارات البداية بش كنبدو الرسالة دينا أو الإيميل دينا إلا لحظو معايا هنايا كنكتبو ماشي بال full form ولكني بال short form مكينش I am writing I'm writing I'm writing ومثلا عندنا hi و point exclamation لش حيث هذه رهب personal بحل صديق دينا لك تكون فاصفة معه وكتواصل معه نفس شيء غدتدير في informal letter ولكن إلا كانت رسالة إدارية فالطريقة ديال opening sentences والطريقة للكتابة غدتختلف وإن شاء الله غدنشوفو غدنشوفوها من بعد إذن هادو كانو opening sentences to start your letter now let's see the body which is the part two we write the content of our letter using linking words and there are some of them so هنا ضروري أنكم تكونوا فهمتوا الدرس السابق اللي على paragraph إلا كنتوا فهمتوا how to write a paragraph غد يجيكم البادي ديال الرسالة so easy to write it ودائما في البادي ديال الرسالة كنستعملوا إضافة إلى الأفكار وليسيد ديالكم كنستعملوا linking words كنستعملوا روابط وبعد الأمثلة لهذا الروابط هما كالآتي and also moreover in addition to additionally first of all then finally first second third وفي الأخير finally part 3 ديالنا كيكون فيها closing sentences so هكا باش كان نقل و كان نستد ديال الرسالة ديالنا في الخيط سعم ديالها كنكتبو thanks أو الله take care or keep in touch bye for now so as you see style is informal it's an informal style now let's see some examples from previous national exams هنا قد نشوف أمثلة من وطنيات أو من امتحانات وطنية اللي سبق وصول على writing an email for example وطنو وطنو this is part of an email you received from an English friend write an answer to your friend سو المطلوب منكم هنا هو تجاوب هاد الفرند شنو قل لنا هاد الفرند المهم كانت بادية الهدرة كانين تلاتة ديال لبوانت ما إذن طريقة مش غادي تبدأ الرسالة ديالكم رهم داجة بادية لكم في المتحى الوطني Dear Danny وذن غادي تدوجو الدكتوري بارت اللي هدرنا عليهم سابقا مثال آخر وهد المرة من سنة 2018 ونفس النوقات عليه سدي النوقات Write a replay to the following email You know people do different things when they feel bored Well for me I usually watch a movie or go for a walk What about you? Jane إذن هنا يا Jane كيقول لك بأنها صفتات لك رسالة كيقول لك بأن عادة الناس منك يحسوا بالملل كيديروا عدة أنشطة ومثلا بالنسبة لها هي عادة أو لا دائما كتفرج في الأفلام أو لا كتخرج تنشى شوية وكتسولك What about you? وماذا عنك؟ إذن هنا يا غادي نعونكم كيفاش ممكن أننا نجاوبوا Jane يعني imagine imagine أن هاد الquestion تحت لكم في الوطني This is how you should write your letter You start with the opening sentence In this case we have Dear Jane فاصلة ونرجع لستر You asked me in your last email about the way I spend my free time Well إذن هادي كان تهي جملة بش مهت هادي تهي opening sentence بش بديت البادي بش بديت اللاتر ديالي البادي كي بدأ من Well Well فاكل First I usually إذن بحث طريقة دي الكتابة Paragraph First I usually ونعطي فكرة من الأحسن تكون فكرة بسيطة في جملة بش ننمينايزي ونقلل عدد الأخطاء تكون جملة قصيرة I usually Play sport مثلا Second فاصلة ونعطي فكرة أخرى طريقة أخرى كيفاش Can spend in my free time وفي الأخير Third فاصلة ونزد فكرة تالتا صفي هذا هو البادي Then for the third part which is the last part يمكنكم فيها a closing sentence In this case we have That's it for now Keep in touch with that That's all I hope you understand هادة اللسن Just take it easy دائما صروا مع البساطة وإن شاء الله إلا كتبتوا بهادلستيل غادة تاختوا ستعلستا For sure إن شاء الله بإذن الله And as usually Why don't you try to send me an email practicing what we studied just now and also feel free to contact me for any questions We'll be right back to you we'll be right back to you